في تطور جديد حول قضية شبكة الدعارة التي كشفت عنها وانيوز في تقرير سابق تورط ضباط بوزارة الدفاع كشف مصدر عسكري عن قرب محاكمة المتورطين في المحاكم العسكرية ذكر المصدر أن المحاكمات العسكرية للضباط المتورطين تقف أمامها ضغوط ضباط كبار لغلق الملف وتسوياته أضف المصدر أن المتورطين بملف الدعارة ستتم إحالتهم إلى المحاكمة العسكرية لكنها تواجه ضغوط من قبل أطراف مؤثرة في رئاسة أركان الجيش ومكتب الوزير بهدف تسوية القضية والاكتفاء بعقوبات شكلية وإحمال التوصيات التي رفعتها لجنة التحقيق صاحبة الكشف عن الشبكة